أنا عندي واحد تعريف لي هو أظنه أذق التضخم في الوضع الحالي بالنقود الحالية ليس هو ارتفاع الأسعار التضخم هو النقصان العام والمضطارد في القدرة الشرائية للنقود بمعنى التفسير الحقيقي للتضخم ليس هو لي كان قرف كثير من الكتوبة الاقتصاد مع الأسف ليس هو زيدة الأسعار لأنه يجب أن نأخذ بالذهاب الأسعار للأشياء لا تتغيروا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم أصلى عروة الباريقي ليشتري له وشات شنو أعطاه أعطاه دينار دينار شنو هي أربعات القرامات واربع يعني هي القيمة ديالا قد نقلوه واحد لألفين درهم ألفين درهم بشيشري له وشات ألفين ألفين وخمسمية هادي ربع عطاش القن اليوم في الشات مش حال ثمن ديالا نفس ثمن ألفين ألفين وخمسمية درهم تشري خروف عادي عادي جدا عروة الباريقي من ليمشاء لقى همزق لقى جوج بدك تامن شي واحد كان عنده شي سبب ولا شي ضرف باعهم له جوج فشرى جوج من لي كان راجع لقى واحد بغي شري من عنده شات باعه له بدينار فمليجا عند النبي صلى الله عليه وسلم جبله دينار وشات قال له بارك الله لك في صفقة يمينك فطرح له الله الباركة حتى كان إذا تجرى في الترى بربيح سبحان الله العظيم هذا الشيء هذا شنو كيبين لك كيبين لك أولا التامن في ذاك الوقت ديال الشات هو ما بين دينار ونصف دينار يعني ما بين واحد لألف وخمسمية درهم وثلثالف درهم ولمما بين ألف ومئتين وخمسين وألفين وخمسمية اليوم الخرف صغير البسيط كيبدأ بهذه التامنة بألف ومئتين وخمسمين بألف وخمسمية درهم بالخرف في العيد قالوا تمنمية ولكن ما لقعته أحدى تقديل تمنمية فهذه هي التامنة اليوم بعد ألف وربعمية سنة ولألف وربعمية واربعين سنة ما زال هو التامن دياله فالتامن الخرف ما تزادش بالدهب ولكن سبحان الله العظيم تزاد بالنقود لماذا؟ لأن النقود منذ إصدارها هذه النقود الورقية منذ رفع الغطاء الذهبي عنها في 1971 بعد قرار نيكسون فقدت تقريبا 90% من القيمة ديالها فقدت تقريبا 90% سواء الجيني الاسترليني الدولار كلهم تقريبا فقدت 90% من القيمة ديالها فمليك تشوف هذا الشيء هذا كتشوف أن التضخم ماشي هو زيادة أسعار الأشياء هو نقصان القدرة الشرائية في الأوراق النقدية في العملة الحالية